ترجمة نانسي قنقر لمرحلة هامة في تاريخ البحرين مشيرة الى الاهتمام بالتراث والواعي باهمية الحفاظ على الارث الحضاري المكتنزي في بيوت الطريق والنسيج العمراني الذي يحيط به وكشفت هيئة البحرين للثقافة والاثار ان الدراسة التي اجرتها توضح ان المردود الاقتصادية المباشر لطريق اللؤلؤ يتجاوز الستة ملايين دينار سنويا الى جانب العائد المادي الذي يعود على اهل المنطقة بطريقة غير مباشرة من خلال المشاريع والاستثمارات التي ستروج لها السياحة الثقافية في المنطقة وتعمل الهيئة حاليا على مجموعة من المشاريع الحيوية التي تسعى الى انجازها في مدينة المحرق القديمة من بينها مشاريع الارتقاء بالسوق القديمة ومقترحات تحسين مستوى الخدمات في المحرق كتغفير مواقف اضافية للسيارات وتجميل شوارع ومداخل المدينة بما يضفي روحا جمالية للمنطقة تتكامل مع التراث العمراني في المدينة وتصنع تجربة مغيرة بالنسبة لزوار المكان ترجمة نانسي قنقر